هو أن في تصريح لأحد القنوات التلفزيونية اتقال أن رابطة الأندية خلال الفترة المقبلة بتفكر أن تكون يتم نقل المباريات أو بث المباريات المقبلة حيكون بجودة وتقنية عالية وقال اللواء ثروة سويلم أن هناك بعض الملاعب لا تناسب نقل المباريات بجودة عالية وأشار أيضا إلى أن مصر المقصة اختار ملعبي الفيوم وبني سويف لمباراتهم القادمة لمباراتهم في الموسم الجديد ولكن الرابطة رفضت لتحسين جودة التصوير في الدوري وتابع أيضا لواء ثروة سويلم حريصون على نقل المباريات بجودة عالية لسنا أقل من أي دولة في العالم لدينا مخرجون ينقلون المباريات بطريقة محترفة لكن الأدوات لا تساعدهم لم يكن في تفكيرنا مخبط التحدي الإزاعة والتلفزيون لتحسين جودة التصوير ولكننا ركزنا على اختيار الملاعب التي تساعد على تحسين الصورة كلام محترم الحقيقة من اللواء ثروة سويلم المتحدث باسم رابطة الأندية ولكن هو كلام صعب شوي يعني إيه صعب؟ يعني معنى الكلام اللي هو ثروة بيقوله أن لو كان هناك ملعب خلينا أكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي يختار أو بيلعب في ملعب الأهلي وي السلام في مدينة، فأول توريس معلية في مدينة السلام أو في منطقة السلام طيب على اعتبار أن الرابطة شافت مثلا يعني طبعا هو الملعب مجهز وعلى أعلى مستوى وكل حاجة شافت أن الملعب ده غير مجهز وما ينفعش يلعب في نادي الأهلي هتعمل إيه؟ حضرتك هتعمل إيه؟ هترفض أن النادي الأهلي يلعب على الملعب ده عشان تصور طيب هو النادي الأهلي عايز يلعب في الملعب ده مثلا يعني أنا بتكلم عشان ما حدش يقول لي أنت بتكلم بإسم النادي آخر أنا بتكلم بإسم النادي الأهلي أو يعني بتكلم بالنادي الأهلي أن الملعب ده وهو ملعب على أعلى مستوى وملعب كل التقنيات الحديثة موجودة في ملعب الأهلي والسلام شركة السادات الحقيقة عاملة شغل رائع جوه الملعب وحضراتكم شفته ونزلنا مرة عملنا تقرير من جوه الملعب ومن قط اللبس ومن المدرجات وورينا لحضراتكم كل اللي بيحصل هناك ولكن على اعتبار أن الربطة شافت أن كل التجهيزات دي ما تنفعش طيب النادي الأهلي بيستريح هناك عايز يلعب هناك ده ملعبه هيعملوا إيه؟ هتيجي تقول له لأ النادي الأهلي مش ه… يعني هتقول لنادي الأهلي أو الرابطة هتقول لنادي الأهلي لأ مش هتلعب في الملعب ده طيب آم نادي غزل المحلة أخد كل الموافقات الأمنية وأخد آم كل الأمور الخاصة بأن هو يلعب على ملعبه نادي غزل المحلة طيب نادي غزل المحلة خد كل الموافقات في كل شيء هل حضرتك حترفض أنه يلعب له وعلى اعتبار ان الملعب برضو بتاعه مش مجهز مثلا يعني برضو حاجة هتبقى غريبة جدا ان انت ترفض مصر المقصة اختار ملعب بني سويف وملعب الفيوم حضرتك رفضت طب وبعدين هو عايز الملعبين دول طيب الملعبين دول مثلا بعشرة جنيه او ايجارهم بعشرة جنيه لنادي مصر المقصة نادي مصر المقصة دلوقتي عارفين ان هو او نادي هودي عارفين ان هو دلوقتي عنده مشكلة مادية مش هيقدر يدفع اكتر من عشرة جنيه حضرتك قلت له روح مثلا الدفاع الجوي مثلا طب الدفاع الجوي بيأجر الملعب بعشرين جنيه هتدفع له فرق العشرة واللي هتعمل ايه واللي هتجبره ان هو يدفع لعشرين جنيه الايجار مثلا يعني حضرتك من وجهة نظر يعني حط مواصفات للملعب وعلى كل نادي ان يختار مواصفات الملعب اللي هيلعب عليه من خلال ومن طبعا من ضمن هذه المواصفات من ضمن هذه المواصفات ان هو يكون ملعب مجهز بكذا وبكذا وبكذا علشان النقل التلفزيوني بجودة عالية لكن حضرتك ما ينفعش تحدد خمس ست ملاعب وتقول ان هم دول بس اللي هيتلاعب عليهم الدوري طب افرض الاندية ما هو في اتش طب حتقدر تساعد الاندية اللي مش قادرة تدفع فروق الايجار مثلا ولا لا انا انا على فكرة معرفش الموضوع ايه ومعرفش الايجار ايه ولا ايه حاجة ولكن انا بتكلم بالعقل حضرتك انا بدفع فلوس للعيبة وبدفع فلوس للمدربين وبدفع 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 فيا دوبك ان انا اجر ملعب علشان على قد اقدر اشتغل بي فهل حضرتك هتدفع لي الفرق ولا هتعمل ايه فالحقيقة هو بالنسبة لي كلام يعني برضو عليه علامة استفهام بالنسبة لللي هو سروط ان هو يقول هذا الكلام لانه كلام من وجهة نظر هو كلام غير منطقي كلام غير منطقي لو جت نادي الاسماعيلي حضرتك رحت استاد الاسماعيلية حضرتك لغاية اللحظة دي ما حطتش معايير لسه رحت الاستاد الاسماعيلية ولقيت استاد الاسماعيلية مفهوش المعايير اللي انت حطتها واللي انت ما اعلنتهاش واللي انت ما اعلنتهاش هتقول اللي اسماعيل يلعفين فحاجة غريبة جدا الحقيقة اتمنى ان يكون هناك معايير يجب ان تلتزم بها كل الاندية ويجب ان هي تتبعت لكل الاندية قبل بداية الدوري انا عارف ان الربطة لسه نشأة ولسه بتشتغل والحقيقة كلنا متوسمين فيها خير ولكن من فضل حضرتكم حطونا المعايير علشان الناس كلها تبقى مستريح ترجمة نانسي قنقر